بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا عبرتا كل مؤمنين ومؤمنة غريب مظلوم كربلا يا ليتنا يا ليتنا أكنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لماع المحسنين صلى على محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد هناك مختلفة مختلفة ومثلوجات في تستخدام ومع محمد ومحسنين تستخدام ومع تستخدام نظر في المستقبل المسيطة التي يتحق في نفس الناس في كل المنظمة تدرى مختلفة تحدث في كل المنظمة مثل في الإنسان هناك مختلفة من طريقة ومواجهة على التدريد في الفترة المختلفة تحديم المبارد قبل حدث القياة قديمة تحديد الشخصية تتتحديد المبارد السيارة تتتحديد المبارد السيارة تتحديد المنطقة ثم يأخذتها لتدركيت تقوم بخصوص التحقيق على مجال التحقيق على الكثير من المتعلق في كل أحيانات المتعلقة بحاجة الناس يتبع لكي يتبعون من المتعلق تحقيق حالات الأمام أستطيع التالي لا يمكن إنتر إلى هذه المستقبل بغير تسجيل يمكن أن ترسل إليه المستقبل إنتر إلى العامية ونرأي أليس يمكن أن يكون لديها المستقبل يمكن إنتر إلى هذه المستقبل هناك سابقة من قبل هذا المستقبل ذلك تسجيل تسجيل ويشارك في المنطقة في المنطقة في المنطقة مثل الأخيرة نرى في المنطقة في التخنية عندما يحلل تستخدمات وخصوات وخصوات وكثيرا Though there is rea a method used to produce from the first stage to the last stage They wont just sit down and write the codes and produce the software no, there are stages which is known as The system development lifecycle Now this system development lifecycle أبداً التحديق بسيارة حيث كان سنعيلاً ، what the requirement of the user هناكس ورئيساً هو لا يريد أن يكون عديد أساسياركي مستخدم شخص لذلك يحصل على شخص التي يحصل على ما يريد مثل، نخصص على الحياة فرقاً كبيرًا يحصل على خصوص من شخص شخص ما تحتاجونها ثم تقلقها ثم ترجمة نانسيز ونظام تبدأ الآن عن الأنزال وتنظيم مثلاً الأخضر يأتي قام بالتعامل تأتي من المنزل تأتي من المنزل مرحلة مرة المنزل لأخرى اذا فهو الابتسيطيه الجهاز ايضاً الدارة والميديوه كلفه فهو الابتسيطي الابتسيطيه الابتسيطيه يوجد خلال التمية يتعطي البرازات ويجعله القيم وترسيط الهاتف ويضعته الهاتف سيناحيها الابتسيطيه الابتسيطيه يدفع ويوضع المنزل يؤدي الهاتف They bring the glass They bring everything that is required So the third stage Or the fourth stage Third stage implementation Now before they provide This house or this system Or this software To the end user they test it So number four is the testing They won't let you To take the product Unless it's been tested fully So the fourth stage الن hugا جاء الآن النهاية الأخفال النهاية الأخفال النهاية الأخفال يتجب أن تكون تحقيق الميكونا decent لذلك بالتغييركان بكل ما أجلبه أكبر نهاية الميكونات تعالى ظهر الشيخ ومعه الصلاة ومن أن تكون ميكونات هذا الأخفال الذي يساعد إلى السرائي أو السرائي لتنجز طبيبان سيد رائع السرائي السرائي فهذا السرائي هو التقالي احماسكي المسيح للتو做자 و إعادة الفيديوة لا يقال من التوزي Tinggi ولا قد يمكن IT التحديث وإنفر المنزل لأجمع الأخرى سنحاول الله اليوم مما تحدث البقصية الجزيز والعادة على شكو تحديث فلقتنا هذا الشيء في مستلسة لإنسال هذه الفيديوة مثلا إنه خارتين من تغيير 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 تمرين فتالي حدوث تغيير تغيير تقرير تغيير الreneس أسبب بكات الوحيدة إمكانك ت尽يارة أجعله المشكلة لا يمكنك حيث والمشكلة تجربة معينة أما يقولون أولا يجب أن تكون لها مفيدة لها مفيدة لغيرها مفيدة ويجب أن تكون مفيدة ويجب أن تكون مفيدة ويجب أن تكون مفيدة ستسفى المستخدمين كما تتحدث كما تتحدث كما تتحدث كما تتحدث الله سبحانه وتعالى خلق الناس لكي تستخدم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله خلقنا خلقنا لكي تستخدم ونرى كلنا من النجل ثم تشاهد نعمل أيكم أحسن عملا هذا يتحدث بكذا إذا كنت أعطى شيئا لكي تريد عملا فالله الله أحاول أن ينظر أعطى حالة أعمال صالحة جيدة لكن رياء مع مفاق الله أحاول أن ينظر أعطى شيئا أعطى شيئا تعمل صالة حاج زكات Everything Fully working Fully acceptable Pure لسالة لسالة الله سبحانه وتعالى You can't just provide something And you say الله إن شاء الله Accepts it إِنَّمَا يَتَّقَبْضُ اللَّهِ مِنَ الْمُتَّقِينَ الله accepts only from the pious The عَمَل الصَّالِح Must be provided With piousness So We are here in this world لكي يجعل تحديث و هذا ما يرى مليون تحديث في تحديث من الله سبحانه مليون تحديث كم يرى في العشورة في إبن سعاد ويزيد الرمي وكم يرى في إمام حسين الرمي ماكس من يرى في إمام حسين الرمي ماكس من بين 72 و 100 في الثانية في الثانية المنموم يزدف إليه ثلاثون ألفا 30,000 ألحسين 30,000 ألحسين 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 في الثانية المنموم يقول و لاعن الله سمعت بذلك فرضيت به وتذا المناسبة ومن ذلك أننا الرياضية إلى بإمام هاتف وقيناan إذا لم تستخدم ملادنا إن شهر مناذ ميشهر من حسين ومنحل ميشهر إلى انظون أنه يكون上ر يجب أن يتبه للمنمي للإمام عهد ديكي جهلا لحظة لحظة جهزة مثل جهزة وحظة لحظة ونحن نحن نتخل امتالي جهزة بأنه طريقنا في كل وقتنا الله دونيا مضتخصه وقلقنا ليه أنه تعالى كل شيء انه ابحضنا المطلب، لنحن نحن 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 نجاح لنحن مدارة الأرض. أما إما الإنصال، بإنصال أننا نجمحها. أو أميه... أما ان نحن يسرى. أما أما الأرض. أننا ننبأ عن الأرض باتنا من جزءة إلى الجزء. الجزء السرعة للأمر. وطأة محاولة أن نحضر. الآن، الم質点 جดت، لماذا الله تعالى من قبل التعليمية؟ كما هي أساسي جداً للمشرفة أن يكون في التقلق في المكان وحظت أحياناً يحبونون أن تتعروني أحبون أن يتعروني إنه سيكتشف إنه سيكتشف للناس لكن الميزين من المدينة أحياناً ليس من المهارات إنهم ربما تتعروني تتبايتم في الشيوات تنةًّ للحدها في الكتابة وأنهم تنسبة شيء حاول ومع الأمر صريحة ومن الجزء يكفي تأتي بلي فارغة ويستشعر علمتنا ويجب أصفرنا لأننا يجب علينا لكي نحصل لأننا نقوم بلوغ جنب المبصر ونحصل لذلك so for example the youth starts praying in the age of 8, 9, 10 onwards tries to basically train himself for the because if he leaves them till the age of it's gonna be really hard especially many of our youths they miss so why لماذا الله تعالى تساعد الناس؟ لديه مهمة أولاً لتعرفه لتعرفه الله تعالى قال الناس لقد أخذتك المنزلين 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 كل شيء المنزلين لتساعدك ولكن إذاً 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 لديك 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 وليله الحجة البالغة والله 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 المنزلين المنزلين والذي إلى أطفال المنزلين لأنه يجب أن تحصل على الميزة الثاني لتحصل على الهدفة الألعاب المنطقة لتحصل على المستقبل لتحصل على المستقبل على المستقبل مثلاً سلما و أبو ذر أبو ذر كانت في مدينة مدينة إنه جاء عمله ومعوية أفعله يدعى المميقى يجدعه ومعوية أفعله ورثماني أفعله يجعgtه ممتعه يجعole مميقى ومعوية أفعله وممتعه هم سؤالي مميقى أفعله باما وإنه وموت في ربذا لا يبيع وغطاء ما تجائعا فقد قمت بإمتحان حيث كان هناك الكثير من الناس من ذلك ونحن الناس ونحن الامتحان كما يتحدث مقاتل إني أخير نفسي بين الجنة والنار فقد قمت بإمتحان ولكن ابن سعد فقد قمت بإمتحان فقد قمت بإمتحان جنة أو نار فقد قمت بإمتحان لذلك فقد قمت بإمتحان لن تأكيد لن تأكيد فقد قمت بإمتحان وكذلك كذلك بالطبع كل منطق 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 لأنك لا تقوم بحاجة لكي لا تقوم بحاجة لذلك هناك أفضل المساعدة للمساعدة الله سبحانه وتعالى في الواضح في البنية الإسرائيل يجب أن يجب أن يجب أن يجبهم لذلك لأنه الانهلاب العقل و البعض و المتحدى في نفس الان نحن الآن و نحن الآن و العقل حقل لجميع العقل و نحن معرفت و المسيطة والسلام وحسنت وفتهم ومع عمل ولمانده وذلك وغيرا من الأشياء the past history one of the and let me tell this story important to know it to know how today we suffer as muslims especially that we left the munker and of course the azab in this time is different than previous time now we see this anxiety and trouble around the world the war and so forth one of the one of the monks one of the worshippers they had worshippers in Bani Israel a group of people they separate from the society they go to worship Allah so one of the worshippers his main job was to worship day and night fast even as far as I remember one of the worshippers he used to eat only one fruit one type of fruit only nothing else no meat no chicken no fish so this abid was in his duty of pray and seems to be he was outside of his cave or his house while he was praying he saw two kids they were playing with the rooster they were torturing this rooster by taking off the feathers and the rooster was screaming basically Allah subha ta'ala he doesn't like even on the animals even on the animals as in the hadith even if the mad dog or whatever dog it is you're not allowed to torture the animal torturing is haram anyway those two kids were taking over the feathers because of this rooster the worshipper said I don't care I'm abid it's not my job to tell them off and tell them don't do it it's no good you're torturing this animal the animal has its feeling so he kept he went with his ibadah and pray Allah subhanahu wa ta'ala he ordered fa amara he ordered the earth and si khi bi abdi means follow my servant Allahu Akbar fa huwa yahwi so he goes down keeps going down he just keeps going down Allahu Akbar just for not refraining from the munkar of torturing a rooster how about today who kill innocent people behead them and who's speaking almost everyone is quiet the shaykh of ahl bayt salamu alayhim being beheaded tortured killed every single day one of the ulama used to say that today in the world the cheapest blood is the blood of shia if you want if you want to buy a sheep or a cow you have to pay 100 pounds 200 pounds what if you want to kill shia it's free grab a shia and behead the cheapest blood is the shia blood why because the munkar has not been told off and removed so Allah punishes in different ways today the hadith on Rasulullah sallallahu ala muhammad wa ala muhammad with this regard speaks about the on the nations like today now Allah once once say for example you know he sends to the earth swallow the extremist for example different if Allah gets angry on a nation he didn't send to the earthquake as this abid swallowed him and try to think and ponder that are these bala that I'll mention today is in the society in the world so what Allah would do instead of sending bala hurricane earthquakes he sends different bala the prices of the goods go up that's the first thing and we witness this in many countries especially in the islamic countries that the price of meat was so cheap food was so cheap now it's very expensive even the patrol itself the patrol now it's so expensive so the first punishment prices go up number two the ages lifetime age goes down instead of people live 100 years 90 years they die 60 50 many of the trademans they used to die shocked to be shocked by let's say they make loss and they die suddenly heart attack and they die and it's only 45 50 number three and the trademans won't make so much profit there's no barakah in the profit this is all because of not refraining from just leave we don't care let them do the haram let them do such and such fruits won't give won't be giving the fruits as it was before now you can see the land of Iraq in the history read over 1000 years ago they used to call Iraq why because from Mosul to Basra it was all gardens and Basatin and even they say that you would hear from Mosul to Basra the sound of the rooster at Deaka because the gardens are next to each other so you would hear from Mosul all the way to Basra the sound of the roosters and so forth barakah it was but 70% of Iraq's land is all desert what else today we have problem with water we have problem with shortage of water in the world drought especially in Africa for example even there is danger on Dajl and Furat that they might close from the Turkey side for example so we have a problem with not having enough water how many times we've heard that in some Muslim countries they go for they go to ask Allah pray in the desert with women and children asking Allah for the rain how many times I've heard lots of times no more rain Allah stopped sending rain as a punishment how many times we've heard many times since I was kid they used to go outside in desert and pray for Allah no rain and that's why we have the desert mostly in the Middle East because there's no barakah and even the people themselves they don't really spend that money to make the Sahara desert as a place as a gardens they can artificial gardens I don't know what all types technology today you can you can easily make out of the Sahara great gardens and you can everything if you have the money but the problem money goes somewhere else money goes to buy gun to buy weapon to kill each other and the final thing the most dangerous the most destructive punishment and I'm sure you all have witnessed this in your country and Allah would allow the tyrants to rule over these countries and we witnessed in Afghanistan in Iraq other parts of the Middle East how the oppression since when non stop why because Allah he gets angry and ghazib because there's no nahi al munkar and no amr al-ma'roof Allah says in the whole Quran wa'atasmu bihabb lalahi jami'a wa la tafrqo wa tazhablu Allah in tafsir al-qummi tafsir al-qummi he says hablul Allah at tauhid we like ahl bayt sallu ala muhammad wa ala muhammad this is the the main problem with the people of well the muslims mainly that they neglected the true rope of Allah sallam al-qummi because when you behold on the rope of Allah through ahl bayt you live happily with prosperity with happiness with felicity in this world and in the hereafter alladhi khalaq al-mawta wal-hayat liyabliwakum ayyukum ahsanu amala and the problem with some people that they try to mock to laugh what are you doing you're gathering you just say hussein what's the point of it we have been ordered by Rasulullah sallallahu alayhi wal-tumur hussein salam alayhi to say ya hussein it's not from us there's order from Allah to iqamah al-salah to pray ita' al-zak'at to fast and so forth it's not from us we didn't make made out of ourselves and desires a religion it's Allah subhanahu alayhi religion yes other religions are corrupt are wrong that's right but it doesn't mean that even Islam is wrong because today's world the media is with our enemies that's the problem the media today is with our adah so they try to provide the Islam and offer the Islam to the world in the West that Islam is Islamophobia Islam is evil calls for violence and so forth so we have to come forward if we can't penetrate these channels and media of the West we have to make our own media Alhamdulillah there is some kind of emphasis and efforts that was made to produce channels and programs on the satellite Alhamdulillah but still according to statistics there are 12,000 satellite channels in the world 12,000 channels where we are from the 12,000 how many there is Shia channel 100 it's nothing compared to 12,000 maybe it's less than 1% قال النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة عليه السلام إني أرى في مقدم وجهك ضوء وستلدين ضوء ونور وستلدين حجة لهذا الخلق I see in your face أو فاطمة she was pregnant with الحسين سلام الله عليه illumination and light in which you will give birth to the proof of Allah حجة الله على الأرض صفات مات الزهراء سلام الله عليها she used to say that إني لما حملت به أي بالحسين عليه السلام كنت لا أحتاج في الليلة الضلماء إلى مصباح صلى على محمد وعلى محمد وعلى محمد صلى عليه محمد وعلى محمد فاطمة said that when I was pregnant with Al-Hussein I didn't need any lighting because البيت are created from the نور الله سبحانه وعلى they're a نور but embodied in the body and the shape of human being as the hadith says فاطمة حوراء انسية she's like the woman of the heaven but in the shape of him being this is the greatness of البيت we need a lot of work a lot of emphasis to reach the world do we have majalis in french language do we have speakers in french language to go to france do we have speakers in polish language for example to go to poland but christians have spent millions and billions in producing and teaching and lecturing new lecturers and teachers and sent to the world we can it's just the efforts it's just the we have to make that's why we see that ashab al-hussein salam allah alayhin they did their best in the imtihan imam al-hussein salam allah alayhin on the night of ashura he said to his ashab this this is the darkness of night nobody will see you take your belongings and go leave me they want me the enemy he wants me only you can leave some of the ashab said akalatni siba siba infara toke the lions would eat me if i leave you abad allah there were no ashab like ashab al-hussein salam allah unique exceptional ashab one of the ashab who was a young boy as in the maqtal says he came out he asked the permission from abad abad to go and fight the enemies imam didn't allow him he was so young so he went back to his mother and he came back he said my mother sent me so the imam allows him to go to the battlefield he goes to the battlefield before he starts the battle he starts to say he doesn't say i am the son of my father his name is such and such no 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 the pride is that his master is hussein salam allah alay so he says such a devotion to abu abdulillah al-hussain he goes and he gets killed and shaheed another pious and devoted sahab from the ashab habib ibn muzahir al-asadi salam allah alay habib ibn muzahir he prepares himself to leave kufa towards karbala he sends his horse with one of his slaves gulam he sends it towards the out skirt of kufa he says to him wait me outside so nobody would notice that i'm going to support al-hussain salam allah alay so the slave goes with the horse and he waits outside with the kufa he noticed that habib was late he's been late for his journey so he says he starts to talk to the horse that if habib doesn't come i'll ride on you and go and support abu abdu allah al-hussain in karbala allahu akbar so habib comes and he listens to the words of the slave talking to the horse then habib says to abu abdu even the slave of abdu allah they devote themselves say abu abdu allah hatta al-abid tufdeeka binafsihah allahu akbar what a great sacrifice for abu abdu allah then habib reaches karbala imam hussein before that salam allah alayhi he spread the flags and he keeps one then they see that somebody is coming on the horse from the far away imam hussein says alayhi salam that the sahib al-raya came so when the habib reaches the tents of abu abdu allah hussein he comes down from the horse he goes and he kisses the land on which abu abdu was standing on allahu akbar he kisses his feet and hands a devote sahabi of abu abdu allah hussein salam allah alayh then the news goes to zaynab alayha salam she hears that habib came she sends her salam she says ablugu anni habib salama allahu akbar send my salam to habib when habib listens to this salam he says man ana hatta tusalim who am i so i would receive the salam and get this high status of respect from zaynab salam allah he would pour the sand on his head allah allah what a great sahabi of abu abdu allah hussein on the day of ashura when the sahabi attack the enemy and they start to fight one of those devoted who falls down on the plains of karbala with his blood last moment of his life was muslim bin awsaja radhan allah alayhi muslim falls down on the land of karbala the last moments of his life al-hussein salam allah alayhi with habib they rush towards the body of muslim ibn awsaja habib turns to muslim and he says low la anee fil asar la habib an tu si i know that i'm on the same pathway as you've been i would like to see if i can serve with something give a wasiyah i'll be alive for a couple minutes or hours time if i can do something for you as a favor you you you